موسيقى تقريباً هي دي البوابة انزل بسرعة شوية ايه في ايه؟ هموت وادخل للطوالات انت مش لسي داخل الحمام من ثلاث دايق ولا اخد معايا بنت اختي سندباد سيف متعليش صوتك عليا انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده انا اسف بس معلش اسليم معرفش تقريباً في حاجة في شخصيتي بتخليني اتعصب فجأة ومعرفش ليني بزعليش مني دي تركيبة السلام عليكم السلام عليكم السلام رايحين فينا وسيزنت وهي رايحين فيني يعني ايه دخلين دخلين فيني اوكلة من غير بواب دخلين جوه المينة ما انا عارف انتوا دخلين جوه المينة يعني دخلين مول دخلين تعملوا ايه؟ دخلين التوالت هتحزاري انا مش بحذر بوس انا عندي مخزن جوه بتاع بابي وغير كده انا عايزة ادخل التوالت بابي مين؟ بابي عبدالله عبدالله مين ما فيه مت عبدالله جوه؟ عبدالله مكاوي ساحب مكاوي جروب ممكن تسمني ادخل؟ ما ينفعش تدخله اولاً لازم يبقى معاكو تصريح سانية للمخزن ده محجوز عليه يعني مش هينفع تدخله اصلاً على فكرة لو ما دخلتناش الموضوع مش هيدي على خير خالص بتهدديني تب اتفضلوا بقى يعني مش هامة ما يهمنيش حاجة طول ما انا بنفز القانون طب لو سمحت من فضلك لو سمحت ممكن ادخل التوالت؟ لا طب تصدق بقى ان انا هدخل التوالت واريني اعتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذا ما تخليش استخدم معاكو اولاً اولاً يا اولاً ازاي تمساكها كده؟ ده لو اديكم في ستين داعية تودي مين يواط في ستين داعية؟ انا قاسف انا عندي تركيبة شخصية كده معينة بضعف جداً ومبعرفش وبنفعل في اوقات مفروض قولينو ايبا ايبا فعلاً هو عنده مشكلة في شخصيته بيتلع وينزل كده معلش سريء سيبك سيبك منه بس انا عارفة ان انت بتشوف شغلك خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن بس من فضلك من فضلك انسانيا انسانيا خليني ادخل التوالت مش هينفع يعني مش هينفع مش هينفع ازاي لو سمحت دخلني فعلاتي ايبت الماسة عارف لو لا بس انا اسف انا اسف مش لسه كنت بقولك انا بنفعل ايو 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 فعلاً هو بنفعل لو سمحت لو سمدي حاجة بس لربنا لو سمحت خليني ادخل قلتي مش هينفع استنى يا باشا دول ارهابيين اوعى تخليهم يخشوا شفتوا صورهم في التلفزيون مظبوط يا باشا ده دكتور سعيد حاساسين كان لسه مصادفهم وقال ان هما هيفجروا المينة بالإرهاب البدير اكيد مش هيصدقوكي انت غبية قوي لان ما فيش إرهابية بينتو كمان بلود ولبس حضرتك يعني ده ستايل إرهابي يعني ايه إرهابي ده هروح افجر مساطره كشاكيلي ده حاجة غريبة جالب يعني حضرتك عايز تفهميني ان جده ميكي ساب لي ماما ميمي لغز ميكي ايوة والله العظيم هو ده اللي حصل وبندق بعدها خدكوا ودكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد اكزاتلي وانتو بقى حلتوا اللغز وراحين تجيبوا الكنز اهو شفتي الكنز كنز زي ما انا بقولك انا مش فاهمة ايه موضوع الكنز ده هي فلوس عادي حضرتك فلوس ويرس يعني اه فلوس معلش انا اسف خديني على قد عقلي يعني معلش يصل انا اوفر شوية طيب انتو وانتو راحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش رأي حد مهم اه عم دهب مثلا ايوة انا نسيت اقول له حضرتك عم دهب كان شريك جده ميكي بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مزبط اه طيب ليه ما خدتوش مثلا رأي حد ثقة يعني مثلا الجدة بطة مخترع عظيم زي عبقريني اه بطوت وانا عارف ان هو في مقام خالكم مش انتو سوسو لولو لا اه عارف مهر اللي بيركب مازينجر اه ببقى ابن عمي انا وهو كده اه ايه اللي انت بتقولو ده انا قلتلك محدش هيصدقنا مش هيصدقنا ليه احنا جايين نلعب يعني يعني سنوا بقى اسمعوني انتو قانونا ما عليكوش اي حاجة وتقدروا تروحوا بس يعني الحق يتقال انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقلية بس مما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس انا هسيبكم تروحوا بس يعني نصيحة روحوا كشيفوا احسن طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب طبعا ممكن ادخل طولات بتاعك تدخل الحمام اللي تحت مني فعلا كنت داخل الحمام اللي تحت بس الريحة رهيبة واصل غاية الترقة اول ما دخلت حسيت ان انا بادوخ وهرجع فما قدرتش سألت العسكري على طولات تاني قال لي فيه طولات عند حضرتك او اتصرف الجنينة فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينة ابعهلكو دلوقتي ولا ايه مش فاهمة يعني فبس تأذن حضرتك ادخلت والد بتاعك لو سمحت وخصان ان فيه في الحمام اللي تحت فيه رسومات مش لطيفة طبعا نعيب وما يصحش حد يشوفها وفيه كلام ماينفعش نقراه دي بنت طيب لو عايزة تدخل الحمام بتاعي اتفضلي انا ما عنديش مانع بس يعني انا منصحكيش ليه لان انا لسه خارج من الحمام وبصراحة انا يعني فتران عجة وشكشوكة طب ايه المشكلة لا مشكلة عجة دي يعني بيجيب عجنة طعمية بجنيه ولا بنص جنيه ويجيب بيد ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاصة زيتها قدين كده اسود الشكشوكة بقى بيد بسلسل ايه وخلاص خلاص 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 نمشي احسن لا 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 استاني استاني هو يقدر يمشي انت هتستاني معنا شوية ليه لان انت معكيش بطاقة ولازم تجيبي حد يضمنك طب حضرك ممكن اضمنها انا انت هتهزر يا ابني ما انت مهمسوك معاها مش حضرك لسه مماشيين دلوقتي خلاص اجيلك هكيني لسه جاي اضمنها عادي مفاش حاجة بقولكم ايه انتو بجوي الكارتون اللي انتو عايشين فيه ده انا مضمنكش انت اساسا طب انا اعمل ايه دلوقتي حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك اههههه كنت نايمة كده وغلبينة قوي فسعبتي علي قلت اروح بسرعة وارجعلك صح يا سيف اه صح اه صح طبعا قلت قلت لي عد علي قبل ما شيري تسحى بقدري وقتلها هتفلوس كلها شفتي بقى اه طلعت خايفة عليك اهو بطل زن بقى انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا تانكيو انت يا ضيجعت للكيميا ولا ايه اما المين اللي كان طول السك عمال يسخن في يده لا انت بتسخن الواحدك دي مشكلتك اما ايش داعش لا يا جماعة مش هنوعد نهري هنا طول اليوم انا هموت وادخل طوالت وإلا كده يعني هزريت الدنيا طيب مات يلا يا جماعة نوعد على ايه كفتري على البحر يعني اللي عايز يفتر يفتر اللي عايز يزريت يزريت اللي عايز ينزل الميا ينزل الميا اه فيه بنانا بوت اه فيه بس غالية شوية اه ادفع مائة وخمسين جيني احديك خمش مائة لا 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 انا مش هستنيكو خالص انا مش قادرة استحمل لا 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 بابي العدد فضّالي ما تهزرش يعني يعني انت كنت بتمشي في المنطقة وانت صغير من غير بانطلون اما لا هستني عمسيف لما حد يش يديلي البانطلون لا ناصح ماليش تنية واحدة عشان مش اول مرة يحصيلي حركة دي حد ريتك مش تايبك لينكس جوه ليه ايه ده جايز اخيرا اخيرا دخلت التوالت بس الحميم غريبة قوي مفيهوش ولا صابون ولا حتى هند لوشن بقولك ايه معاكي انتي بكتيريا انتي هابلة يا بنتتي وانا همشي بكتيريا ليه انا في شنطتي انا ما قلتش بكتيريا ايه ده لمع باش ايه لمع لا لا بسكوتش معلش المرة الجاية يعني مش هلستنفع منك باية مصلحة معلش المرة الجاية المرة الجاية طب شك شك مرزوجة تعالي جنبي شك شك مرزوجة تعالي جنبي تعالي جنبي بقولك ايه بقولك خش على الباشا بيحبل في الكلور ده هون تلمع باشا اخذ لما علي النبرة دي ببصامة استمع عايزة نفس اللون ولا غير لك لونك المهم اشوف بغد النظر خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمة دي بجد؟ اه بله المهم يا جماعة دلوقتي هنعمل ايه هنخش المينة بقى ازاي بقولكو ايه انتو مفيش اي حد فيكو يعرف اي حد في المينة هنا او زابط لا ما نعرفش تعرف انت؟ انا بوس انا لها اتنين صحافي زباط واحد زابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث ما حلو المباحث ده؟ لا اما هم مباحث ده شغل في مباحث الكهرباء انا معتقدش حد عرفه هينفع دخلنا طب يعني ايه هنروح يعني ولا ايه احنا يا اما نروح يا اما نكلم عب عزيز اكسم بالله كنت متوقعة منك تجننت يا بيت ولا ايه عبدالعزيز مين ده اللي انت عايز تكلميه ثانية واحدة بس مين عبدالعزيز ده؟ ايوا صحيح مين عبدالعزيز ده؟ قريب ابن خال امي امين شرطة هنا في بورسعيد بس كان عينه مني عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجاوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دب دوبي دوبي طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوا صحيح ايه المشكلة انك تكلميه؟ مشكلة انه عايي اللازج كده وملزق معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك لمونا وكلميه هو الي لو هينفعنا بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك معانه هو لازج وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوا صحيح انت ايه مشكلتك؟ شات اوب انت مين؟ الا معخذي هيا هاني ايه مشكلتك؟ مرضو هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست كل بتقوليك انا عايز يتجوزها يعني عينه فيها؟ اصور يعني ولا ايه؟ ايه ايه اما همشربهاش وسبقلك انت شربتك تسلم يا نخوة سيف ايه صح ايه ده يا بالرجال؟ وانا ينفع امتني عن الاجابة طيب هاني مش هاي دلوقتي خطبتك واختريتك انت في الاخر؟ انت مش وثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي بس انا لو سبتها اتكلم الوقت المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دوت ابقى انا لما اخذ عيل مقاحلي الكلمة دي عهب؟ لا خالص طيب بغد النظر عن الكلمة اللي انا مش فهميها دي شريهان هتكلم عبدالعزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي ما خلاص يا عم؟ هتلمع في خادي الا مؤخذي اصف تكرتها يا بوت بوت؟ ما انت كده انت كده بتاعزف على رجلي؟ معلش يا سيزانيلي خليها فرصة تانية ان شاء الله وعلى رأي المثل اطمو احسن من نحتو نحلو ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا مقولتش نحلو اصدر من الاخر كده يا جماعة شوفو لكو حل تاني شو شو مش هتكلم عبدالعزيز هاني فكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلتلي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس دلوقتي لو شريهان كلمت عبدالعزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي افكرك قلتلي انك هتتجاوز شريهان وهتجيب شقف حدايا الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربية وهتعمل ألبم زي اصحابك الاهلوية الدخلوية ايوه الدخلوية وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا مكتب على استقفال لمشنة قلب وهيكون عندك ميكروبصات كتير بتودي من التحرير للتواجن من التواجن للتحرير التواجن ايه؟ التوابق هاي هاني قلت ايه؟ هاي هاني قلت ايه؟